المسلمون فإننا في شهر شعبان وسنتكلم حوله في نقاط ست لنبين فيها ما يجب علينا بيانه ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم علما نابعا وعملا صالحا الأول بل النقطة الأولى صيام شعبان فهل يتميز شعبان بصيام دون غيره من الشهور الجواب نعم فلقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر من الصيام فيه حتى كان يصومه إلا قليلا وعلى هذا فمن السنة أن يكثر الإنسان الصيام في شهر شعبان باقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم النقطة الثانية صيام نصفه أي صيام يوم النصف بخصوصه فهذا وردت فيه أحاديث ضعيفة لا تصف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يعمل بها لأن كل شيء لم يكبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لا يجود للإنسان أن يتعبد به لله وعلى هذا فلا يصام يوم النصف من شعبان بخصوصه لأن ذلك لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما لم يرد فإنه بدعة النقطة الثالثة فضل ليلة النصف منه وهذا أيضا فيه أحاديث ضعيفة لا تصف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى هذا فليلة النصف من شعبان كليلة النصف من رجب أو من ربيع أو من جماد أو من غيرهن من الشهور لا تمتاز هذه الليلة أعني ليلة النصف من شعبان بشيء بل يتغيرها من الليالي لأن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة النقطة الرابعة تخصيصها بقيام وهذا أيضا بدعة لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يخصص تلك الليلة بقيام بل يتغيرها من الليالي إن كان الإنسان قد اعتاد أن يقوم الليل فليقم تلك الليلة أسوة بغيرها من الليالي وإن كان ليس من عادته أن يقوم الليل فإنه لا يخصص ليلة النصف من شعبان بقيام لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبعد من ذلك أن بعض الناس يخصصها بقيام ركعات معدودة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذن لا نخصص ليلتها بقيام النقطة الخامسة هل يكون تقدير القضاء في هذه الليلة بمعنى هل يقدر في تلك الليلة ما يكون في تلك السنة والجواب لا ليست ليلة القدر ليلة القدر في رمضان قال الله تعالى إنا أنزلناه أي القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وقال الله تعالى شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن وعلى هذا فتكون ليلة القدر في رمضان لأنها الليلة التي أنزل الله فيها القرآن والقرآن نزل في شهر رمضان فيتعين أن تكون ليلة القدر في رمضان لا في غيره من الشهور ومن ذلك ليلة النصف من شعبان فإنها ليست ليلة القدر ولا يقدر فيها شيء مما يكون في تلك السنة بل يتغيرها من الليالي النقطة السادسة صنع الطعام يوم النصف فإن بعض الناس يصنع طعاما في يوم النصف من شعبان يوزعه على الفقراء ويقول هذا عش الأب أو هذا عش الوالدين وهذا أيضا بدعة لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنه فهذه ست نقاط أحصيتها ولعل هناك أشياء أخرى لا أدري عنها ووجب علي أن أبينها لكم